شهد العالم منذ بضعة أيام إعلانا عن واحد من أهم الأحداث العلمية في التاريخ البشري وذلك بكشف وكالة الفضاء الأمريكية لأحدث الصور التي تم التقاطها بواسطة تليسكوب جيمس ويب الفضائي وهي الصور التي انتظر العالم الإعلان عنها لفترة طويلة إلى أن أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصيا من البيت الأبيض وما يظهر في أحد الصور التي تم نشرها هو أسماك 7327 وهو عنقود مجري يتكون من ثلاث مكونات رئيسية العنصر الأول يتمثل في النجوم التي تظهر بوضوح في الصورة مع الأضواء المنبعثة منها أما العنصر الثاني فيتمثل في المجرات المتقاربة التي تشكل عنقودا يمتد عبر الفضاء وخلف كل ذلك توجد مجموعة من الأجسام الفضائية المتمددة أما الطريقة التي تم بها التقاط هذه الصورة فقد تمثلت في مسح الفضاء الخارجي بحثا عن مصادر الأشعة السينية وعلى الرغم من أن صورة مشابهة قد تم التقاطها في السابق بواسطة تيليسكوب هابل الفضائي إلا أن الفروقات بين الصورتين تبدو واضحة وذلك لأن تيليسكوب جيمس ويب تم تزويده بأحدث التقنيات التي لا تتوفر في تيليسكوب هابل حيث أن التيليسكوب الجديد لديه قدرة أكبر على التقاط الأشعة تحت الحمراء منذ أن تم الكشف عن هذه الصور انتشرت العديد من المقالة العالمية والأبحاث التي يعمل أصحابها على تحليل الصور من أجل الوصول إلى استنتاجات مهمة في مجال علم الفلك وما يؤكد أن العلماء يسيرون في الطريق الصحيح لكشف أسرار الفضاء الخارجي هو أن النماذج الأولية التي تم رسمها لهذا العنقود المجري بواسطة تحديد مواقع المجرات سابقا عن طريق تيليسكوب هابل مطابق تماما للصور التي تم الحصول عليها بواسطة تيليسكوب جيمس ويب وعن طريق مقارنة الأطياف الظاهرة في الصورتين القديمة والجديدة يمكن القول بأن الأشياء التي تم تصويرها متماثلة والنتائج التي تم التوصل إليها بعد التقاط صورة بواسطة تيليسكوب جيمس ويب هي نفسها النتائج التي تم التوصل إليها بعد التقاط صورة بواسطة تيليسكوب هابل لكن مميز الصورة الأخيرة هو كونها أكثر وضوحا خاصة فيما يخص مواقع النجوم والمجرات في الفضاء حيث يستطيع تيليسكوب جيمس ويب التقاط نفس الصورة عدة مرات بأطياف مختلفة أو أن يلتقط ترددات محددة من الضوء في كل مرة وبذلك فإن كل الأجسام التي يصدر منها الضوء ستظهر كاملة في صورة واحدة دون أن تتدخل مع بعضها البعض والنتيجة النهائية هي صورة تظهر فيها أربع مجرات مختلفة في أعمار مختلفة ومن الممكن التعرف على مكونات كل مجرة على حسب طبيعة الأطياف الضوئية المنبعثة منها والجدير بالذكر أن الأطياف الضوئية التي تم رسلها بواسطة تيليسكوب جيمس ويب الفضائي قد سافرت في الفضاء لمليارات السنين قبل أن تصل إلينا وذلك ما يعني أن هذه الصورة هي الصورة الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي يتم التقاطها للكون إلى غاية اليوم فهي تعكس مظهر الكون بعمق زمني يقدر بحوالي 13 مليون سنة وقد تم التقاطها بعد عملية مراقبة للأطياف الضوئية لمدة 12 ساعة ونصف يجب أن نذكر أيضا أن العلماء نجحوا في التقاط صورة أخرى لنفس العنقود المجري دون استخدام أي مرشحات للأطياف الضوئية مما جعل كل فوطن من الأشعة الحمراء الملبعثة من الأجسام الفضائية يتجسد في صورة واحدة لكن ورغم أن هذه الصورة أعمق من الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية عبر وسائل الإعلام إلا أنها غير مهمة بالنسبة للعلماء وذلك لغياب تباين الأطياف الضوئية الذي يسمح للعلماء بتحليل الصورة مما يجعلها عديمة الفائدة من الناحية العلمية إذا كنت علم فلك فأنت بحاجة إلى صورة أوضحة من أجل معرفة ما يحدث بالتحديد في الفضاء وذلك ما قدمه التليسكوب الجديد حيث إنما يميز صوره عن صور تليسكوب هابل هو قدرته على قياس الانحراف النقطي للضوء أثناء التقاط الصور حيث يستطيع تليسكوب جيمس ويب الفضائي تحديد الفروقات بين الأطياف الضوئية وتمييز التداخلات الموجودة بينها لإعطاء صورة أوضح والسبب في ذلك أن تليسكوب هابل اعتمد على مرآة دائرية الشكل مقسمة إلى أربعة أجزاء في حين اعتمد تليسكوب جيمس ويب على مجموعة من المرايا سداسية الشكل منظمة بطريقة تشبه خلية النحل بزوايا حيناء تجعلها قادرة على عكس الضوء الملتقط نحو مرآة أخرى مثبتة في المقدمة وإذا لاحظنا صور النجوم الملتقطة بواسطة تليسكوب جيمس ويب فسوف نلاحظ أن شكلها سداسي عكس صور النجوم الملتقطة بواسطة تليسكوب هابل ذات الشكل الربعي وإذا قمنا بتكبير صور بعض النجوم فسوف نلاحظ عكاساً للمرايا السداسية المثبتة على تليسكوب جيمس ويب في تلك الصور وهو ما يعني أن التليسكوب قادر على التقاط أطوار موجية مختلفة رغم تداخلها وذلك ما لم يكن تليسكوب هابل قادراً على فعله كما تمكن العلماء بواسطة تليسكوب الفضائي الجديد من التقاط صور فريدة من نوعها لكوكب المشتري وهي أكثر الصور وضوحاً لهذا الكوكب حتى الحلقة المحيطة بالكوكب تبدو أوضحة بكثير في هذه الصورة إضافة إلى ذلك فإن تليسكوب جيمس ويب لم يقم بالتقاط الصور فحسب بل إنه سعد في رصد أطياف أحد الكواكب المتواجدة خارج المجموعة الشمسية أثناء عبوره أمام نجمه الأم وقد أكدت دراسة تلك الأطياف بأن الغلافة الجوية للكوكب يحتوي على الماء مما يجعل العلماء يعتقدون أن سطح الكوكب به مجموعة من البحيرات أو حتى المحيطات ونحن هنا نتحدث عن كوكب WASP-96B الذي تم اكتشافه منذ عدة سنوات لكن بفضل الأطياف التي رصدها تليسكوب جيمس ويب أصبح تواجد بخار الماء في الغلاف الجوي للكوكب أمراً مؤكداً والجدير بالذكر أن الحديث عن الكواكب المتواجدة خارج المجموعة الشمسية كان مجرد نظريات تفتقل للأدلة التي تثبتها خلال التسعينيات أما اليوم فقد تم اكتشاف أزيد من خمسة آلاف كوكب خارجي وبفضل تقنيات متطورة مثل تليسكوب جيمس ويب الفضائي سيكون العلماء قادرين على التعرف أكثر على خصائص تلك الكواكب هناك صورة أخرى مثيرة للاهتمام وهي صورة سديم الحلقة الجنوبي والمعروف أيضاً بسديم الانفجارات الثامنية إنه سديم كوكبي يبعد عنه بحوالي ألفين سنة ضوئية وعند ملاحظة الصور الجديدة التي تم الحصول عليها ستشاهدون بوضوح وجود نجمين في قلب السديم أحدهما يكتنفه الغبار الذي يحجب الأطيف الضوئية الصادرة عنه وهو ما يؤكد النظرية التي وضعها العلماء سابقاً بخصوص تشكل السديم حيث يرى العلماء بأن تشكل السديم هو نتيجة لتأثير قوى الجاذبية المتبادلة بين نجمين أو أكثر مما يؤدي إلى تشكل مناطق ذات كثافة غازية مرتفعة وبسبب تواجد النجوم وسط تلك المناطق فإن ملاحظة تلك الغازات تصبح متباينة حسب تباين الأطيف الضوئية الصادرة عن تلك النجوم والجديد بالذكر هو أن صورة قديمة عمرها حوالي عشرين عاماً تم التقطها بواسطة تليسكوب هابل تظهر السديم الانفجارات الثامنية مع نجميه المركزيين لكن تليسكوب هابل لم يكن قادراً على التقاط كل الأطيف الضوئية الصادرة عن السديم ولذلك ظهر سديم الانفجارات الثامنية بحجم أصغر في الصورة القديمة في حين أنه يظهر بحجمه الكامل في الصورة الجديدة امتلك العلماء منذ عدة سنوات أجهزة تليسكوب يمكنها الرؤية بهذا العمق لكن لم تكن لديهم مرآة كبيرة بما يكفي لتوليد هذا القدر من الدقة وتجميع هذا القدر من الضوء وإذا كان المجتمع مهتماً بجمال تلك الصور فإنما يهم العلماء هو النتائج التي يمكن الوصول إليها من خلال تحليل الأطيف الضوئية المتواجدة في تلك الصور وذلك باستعمال مجموعة من المرشحات مرشحات تسمح بتحديد طبيعة العناصر المتواجدة في الفضاء على حسب لون وطول موجة الطيف الضوئي كما أن مراقبة اختلافات السرعة الإشاعية وانزياح الأطيف الضوئية تسمح برصد حركة تلك المجرات والأجسام في الفضاء وهو أمر لم يكن العلماء قادرين على فعله في السابق الآن سنتحدث عن أروع صورة تم التقاطها إنها صورة عميقة لسديم القاعدة والمعروف أيضاً بسديم كارينا في الصورة نرى كيف تظهر السحب الغازية الكثيفة على جانب واحد في حين يبدو الجانب الآخر أشبه بسماء صافية مليئة بالنجوم ومن أجل فهم الصورة أكثر يجب أن نتحدث عن سديم كارينا يقع هذا السديم على بعد حوالي 7500 سنة ضوئية لكن ما يظهر في الصورة ليس السديم نفسه لأن السديم بعرض 120 دقيقة قوسية وبذلك فهو يسوي أربعة أضعاف قطر القمر إنه ضخم جداً ومن غير الممكن أن نراه كاملاً بهذا الوضوح في صورة واحدة بل إن ما يظهر في الصورة هو جزء من السديم وهو عنقود نجمي معروف باسم NGC 3324 وهو عبارة عن مجموعة صغيرة من النجوم المحاطة بالغبار الفضائي هذه الصورة مأخوذة من المرصد الأوروبي الجنوبي للفضاء لكنها مأخوذة بتصوير حقيقي وليست بالأشعة ما تحت الحمراء وإذا قمنا بمقارنتها مع صورة سديم كارين الملتقطة بواسطة تليسكوبي جيمس ويب الفضائي فسوف نرى بأن الصورتين متطابقتان لكن الصورة الحديثة أكثر وضوحاً بفضل الأشعة تحت الحمراء حيث يمكن للعلماء من خلال هذه الصورة التوصل لاستنتاجات جديدة بفضل قدرتهم على رؤية مكونات جديدة للسديم وما يمكننا نحن استنتاجه هو أن الصور الحديثة التي تم التقاطها بواسطة تليسكوبي جيمس ويب هي مشاهد لا يمكن للبشر رؤيتها بالعين المجردة لأن عين الإنسان غير قادرة على الرؤية بالأشعة تحت الحمراء لكن إذا كانت الصور غير مطابقة للواقع فذلك لا يعني أنها غير مفيدة من الناحية العالمية صحيح أن عيننا لا يمكنها مشاهدة تلك المناظر الفضائية الجميلة حتى وإن كانت بالقرب من كوكبنا لكنها متواجدة بالفعل عند النظر إلى الفضاء بمنظور آخر تعجز العين البشرية عن رؤيته والأمر المثير للاهتمام هو أن العلماء اليوم يؤكدون بأن تليسكوب جيمس ويب الفضائي سيكون قادرا على إرسال البيانات الجديدة إلى كوكب الأرض لمدة عشرين عاما القادمة أي أننا ما زلنا في انتظار العديد من الاكتشافات الفلكية المدهشة في المستقبل القريب إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة